السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على خير الموثنين الروتين دينا اليوم سيكون روتين خفيف ضريف لان اضافة دينا في البارح في الليل ننطفت وغسط لماعون وجمع صدار كلها وصباحا دي كل شي نقي بالنسبة للفطور انا اضطيت شوية واحد الطرفة ديال الكيك الروسي اللي درت معاكم في اخر فيديو شوية التمر بيض مسلوق فروماج كويسات ديالات ديالتوكليصات اللي وريتكم في المشترية الديولي والعصر ديالتوكليصات والباربال مكايخ طانيش وكذلك الحصة ديال الشوفن اللي مكايخ طانيش من بعد غسلتوكليم معنات قلصت شوية عند البرتابل ومن بعد نطفت باش ندير الغداء ديالي بالنسبة للغداء انا غندي ندير واحد الوصفة اليوم ما زوينة اللي عزيزة اليوم صافة خلون طوم ادرتها الهوية آلة وهي سايقوك بالبلبولة ديال الشعير وباللبن انا شديت البلبولة ديال الشعير هاد البلبولة مشي شريتها وانما هاد البلبولة بلبولة حقيقية ديال البلاد كيشدو الشعر كيطحنوه ويغربلو كيخرج منه البلبولة صيفتتها لي عقوزتي اللي يطور في عمرها وعطاها صاحتها وهكذا شديتها رقتها واحد اربع ساعة ومن بعد صفيتها وخليتها شربت قدرت فيها واحد جوج مع القديز يتلعو هاد نحركها بحالة كده ونديرها في الكسكاس البرماياد انا ديرها فيها المارا غلى غالي من بعد ما غن نديرها في الكسكاس غنخليها تفورت قريبا ثلاثين دقيقة ومن بعد ثلاثين دقيقة غادي نديرها في القصرية ونعود لها الفورات جوج خطرات اخرين هاد نديرها ثلاثة ديال الفورات هادي الفورة الاولى في الفورة الاولى والثانية نغطي الكسكاس نغطي بقفال ديال ونديرها في قبر ماء هادي من بعد الفورة الاولى انا غدا نحطها حطيتها في قصرية نديرها شوية المنح وغدا نرويها بواحد الكاس ديال الماء الماء بارد منوروبيني هي سخونة وغدا نرويها لان ما نخافش عليها ما شبح الكسكسولبيل كسكسولبيل كي عجن أما البلبولة مغادش تعجن هادي تبقى مزيانة اذا غنزيدها دباء واحد الكويس ديال نديرها وغدا ننضيرها الفورة التانية هادي نخليها بغدا قبل ما نديرها تفور هادي نخليها تشرب شوية هاد الكاس ديال الماء اللي درت ندرها في الفورة الثانية ومن بعد من بعد ما تفور غالية نخوية ثانية ونزيدها كلما آخر نجعلها ترتاح قليلا لتشرم ونضلها في الفورة التالثة وهكذا سيكون سالة ثلاثة تفورة وغادت واجدةahah نجديها تبرد ونضفها بها coque من بعد ما درتها كالتفور سوف ندوز باش ندير واحد بلاء اخر مع هادا مع سايكوك بالنسبة لما كيبغيشي ايها كل سايكوك انا عندي هنا تقربين سبعة ديال البطاطات حلوة هادا البطاطة حلوة نقيتها ودرتها في الماء وغادي نستعمل هادا الالة الحادقة غادي نستعمل ها ماشي مبلاصة ديال وانما باش نبشاربي ها البطاطة نديرها سوفوهم ديالي شيبس بجينا رقيقة بهاد الموس ديال ها رقيق غادي نشد البطاطة ونديرها بحلا بغاين ندير لي شيبس هاكده سنحك وغدا نحضي يدي لان هاد الموس راكي يكون ماضي بززاف ما دل درجة انه والله يسر هاد يقدر يجرح الواحد وما يحش حتي يشوف الدمر اها ندير فاش يبقى لي غير شوية بحلا كده ما كان نغامرش اش كان دير اما نقطعه رقيق بالموس واما كان حطوه بحلا كده وكان نجيب واحد الفورشات فورش شوكا وكان استعملها بحلا كده ونحك باش منقيس صبعي حتى كان نوصل الحديده ديال فورشات وكان اصافي هنخلي هادي انقضها غير بالموس هاكده نحاول باش نديرها رقيقه هاكده البطاطا ديالي كتكون رقيقه مزيين باش تبسرعه لانه نغندير اغرب فرام وغادي نكمل البطاطا اللي عندي كلها من بعد مسالية البطاطا اللي عندي كلها درتها في هادي الاناء ديال فورن اللي دهنته في الزيت حطيتها كلها ما كان مشكره رقيقه غادي تسطين درت شوية ديال الملحة وغادي نخد واحد صاشية ديال فاني هادي ندر درها عليها من الفق هكده ونخد واحد ياورد ديال فاني ولا إلا ما بغناش ندروا ياورد طابعه وندروا الصاشية بلا ما ندروا الصاشية هي أصلا حلوة الصاشية ماشي بدرتها باش تحلوه إنما باش اعطي دا كلها ديال فاني إلا كنا عزيز عليك لوقود فاني ما كانش عزيز عليك تقدر تدر غير ضعي ياورد عادي ولا تستغنى نهائيا أنا غنخوا فقها نصائط رديال الحليب بارد بلا ما نسخنو كيلي كيسخنوه ولكن حتى اللي درناها بارد كيجي غنزيد واحد شوي ياد الحليب كان بقي شاط عندي فصاشية أخرى غير شوية غير باش نخوي هذيك فصاشية وهنا عندي الزبدة هذي الزبدة ديال الأكل اشي ديال بواطا كانت عدي في كونجيلاتور كانت قاصحها نسيتمج بالتهاش أنا حكيتها في هذي كنت فاش حكيت البطاطا جيتني ديال عميل حطيتهم من فوق وهي هذي الآلة مسخة مسخة نغني نحك فيها حتى الجبن باش من نوسخش حتى الحكا كالنيز باش ما نكترش عليها الماعن غدي نحك الجبن أنا حكيته فيها وغادي نديره من الفوق وغادي ندخلها للفران الفران يكون سخون أنا هنا ديره على 180 درجة أصلا دائما كنخليه على 180 درجة غادي نغطيها بشي حاجة أنا غا نغطيها بهات الصينية وندخلها للفرن ونخليها حتى تسطيب هذا هو الغذيوة ديالنا هذا هو الغذيوة ديالنا وهذا السيكوك من بعد ما برد والكويسة ديال لبن ديالنا وشاهية طيبة أتمنى أنه يعجبكم من بعد الغذاء ما كنخليش الماعن بسرعة كنحيده مصيغتو ديال الغذاء كيكونوا مجموعين كيكونوا كتار بسرعة أنا دوز عليهم تيذ قبل دا بكنشلل فيهم كنحاول ما أمكن لما كنتش عيانة كنحاول ما أمكن باش دائما نحايدلهم عن السور بلاس إلا في بعض المرات كنعيا ولا شي حاجة كنجمعهم كنخليهم حتى كنستراح ليهم ولا نمشي ندير لا سياس ولا نرجع لهم أنا دابة مع البارحة شقية صدار كلها دابة ما معياناش الحمد لله هادي نحايدهم عليهم باش ما يتراكموش معهم مع الأخرين ديال هادي نحايد الممعنات وغادي نمشي ما كينما يدر نتوضى نصلي ونمشي نعشي شوية من الصراح ونمشي نهزل البورتابل نبقى نشوف الأشياء اللي خاصني ندير ونرد على الأسئلة لبعض البنات ونشجع بها بناس حراين لذا هم بحراب بعدين بحالي وهكذاك حتى الوقت ديال الكاسكوت بالنسبة للكاسكوت انا بغاين ندير واحد البطي بيطات انا فادي العشية كنا غير انا وبنتي دات ربعا ديال البطي بيطات تتقيق نفس الكيمية ديال فينو والفورس اجنتهم خمار المر الولى قرستهم وخليتم هاما خمار المر ثانية دابة ندوز باش نطيبهم وهذا البطي بيطات هكذا ما شبوشي يربطوا بوت يكون قاسح شوية في عجينته وراه كي يزوين وكيتنفخ الحاجة الوحيدة اللي كي يبغي كي يبغي انه يتدلك مزيان وخمار مزيان انا دلكتوه بالعجانة اذا دلكتوه مزيان وخمار مزيان فقط من بعدها البطي بيطات ديالي كي يبغي من فوخين ومفشفين زوينات وقومة طوما شرطبين حرشين باش ما يضروا لف جهاز هاضمي الوالو انا بنتقلت لي ديره غير جوج هنقص جوجات وانتر جوجات هنديرليهم شوية ديال الزبدة وخانا عزيز عليا الزيت لانه صح اكثر ماشي على حسابيه تلوقو وانما غندير فيهم هات شوية زبدة هاد معالقة ديال الزبدة هاد جوج ومعالقة واحدة انا شوية شحيحة في العسل لان هاد العسل غالي شوية اخذته غالي هذا العسل الحر اخذته بستالاف ريال اذا حطيت كنحط غير شوية ولكن كيكون زوين كيكون الحلاوة دياله زوينة اولا صحية وثانيا تلوقوتي يكون زوين وقدرت واحدة كويس وقدرت فيه حتى العلق وهكذا للمعلومة ان هاد العلق مع انا في مدينة العيون والصحرة راه موجود عندنا احنا وهاد العلق راه صحي مزيان صحي مزيان الكابيد والكلة وكيصفي الدم ومزيان مهم هو ايجابي ما عندوش سلبية دياله خصوصا بالنسبة الكابيد والكلة لان فيهم الدم وهو اصلا كيقد الاغلوبي الغوجي الاغلوبي الغوجي الكورايات الحمراء والبيضة وكيقدهم اذا كيستقل الكلة والكابيد من بعد باش نطيب العشيوة ديالي باش نطيبها بكري ونمشي دبرات قريبا سبعة باش نطيبها بكري ونمشي نقلس نستعرح باش حتى يبغيوا يأكلوا يكون واجد فيها ما ينوض قدرت هنا شوية ديالتجاج طيبته بالتوابل بصيلون ماطيشة والتومة والتوابل كاملين كما معروف من بعد حيت الحيمة ووصلقت السباكتي بوحديتها بملاحة وشوية ديالزيت ونصفيها ونضيرها هكذا فوق هاد هاد الاسوس اللي تكونسونترات كخلاتها تكونسونترات ما يكونش فيها الماء بزيف وكان بقى نشحر فيها ان ذاتها في الطنجرة لا تحرقش راي هاد الطنجرة الى القيتوها وشريوها راي على حسابي ما تتحرقش نهائيا هاد الاسوس هي الثمن ديالها غالي شوية كتدير مئتين درهم لانها غال صغيرة ماشي كبيرة ولكن زوينة من بعد ما تكونسونترا هادك 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 الاسوس تكونسونترا مزيين واذاك سباكتي شربت حطيتها هكذا في الطبيصل وحطيت فوق هادك للحيمة وهذا هو العشاء ديالنا ونتمنى ان هاد الروتين ديال اليوم يكون خفيف ضريف ويكون خفيف حتى على قلوبكم هاي يكون هاد الفيديو ماشي ما تحسوش بالمعلال ونتقوه لا أعجبكم بحالات شي عاودوا تديروا بحالوا وإلى كانت عندكم شي شي نقد بس وابناء او الهدم قولوا هرا ما كان مشكل راح ناقواتات دارنا هاد القناة وتغير باش نتعلموا منكم وتعلموا منا واش غادي نقول لكم تبارك الله عليكم ولعجبكم هاتش يديروا اللي جام واللي ما مشاركش يشارك وشكرا الليكم وبرتاجيوا باش انا تساعدوني تزاعدوا اللي زابوني وانتوما تديروا الاجر ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته